أولاً مثلاً، فِينا عاصف الولي للأطفل الأطفل الأطفل الآخر نهوه يا شيخاناً اللّه أنا بسيطان برشمالة طالعنا هو بشكل عديد في الاصل إن إحنا لم نضع ريك من البعض لكن إحنا واحدنا بعد تأسف فيه اه، ربنا أصف جنوه شكراً اللّه انهو، يعني سيطالي نكاد نعرضي، نجد نشيخاناً اللّهي، جديد قد يبهر ومعطينا راسينا الطاقة وحاجة عادينا كبيرة نسمعك أصلا أنا أتكلم فيه الحجامة وبسلط رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هيبا مدرسينا أنا دكت عميلة الطريق مدرسي مدرسينا ومشروطينا ومدرسينا ومدرسينا ده أكوني يجعلكم زكا سمعك حدثت يا رب أمم أمي لا بلعبس إن إحنا بمعنون المهارد ده دعوة بالسجادة بالمناسبة إن إحنا نشارك في نشط رسول الله درم الأنواع الدعوة والعمل من المسلمين جهات إن إحنا نفع حالسين إن إحنا نتعلم سنر رسول عليه الثلاث والثلاث ده حاجة يعني لازم نفتحن الحجامة كمسر اكتريكي بالمناسبة لهم أعظم الأمراء الممكن تتحدث بها ده يعني أثبت علميا يعني هو دميا خلاص مجرد أن نصر الله السلام قال الدواء المسلم في ثلاثة في ما معناه يعني يا شرط السماء يا شرط العسل يا كذا يبقى الثلاثة دلهم مشوش هو اللي كذبين مش الرسول ما فيهاش كلام خلينا نقول إن الحجامة بعتمت تأثماتك يعني تم عمل عليها أبحاث من ناس مش ممكنين وأشادوا بها كعلاج من دون الفريط للمدالة الفريط لكم مستخدمة الأفضاد في جيدة كمان؟ وفيه مجلات كاملة بتتتكلم عن قابين جيسر فيه مدارس كاملة ومنشآت صحية بتجدي القابين جيسر ومناسبة القابين جيسر موجود من الأيام اللي صراحة هذا ما فيهاش كلام بس أنا أريد أن أقول هذا الكابين جيسر كتكنيك دو ميت طبعاً وأساساً والذي نتعلينا نراضة ما فيهاش كلام والكابين جيسر والكابين جيسر كاعتقاض دو عامل آخر في الشتاء تمام؟ من هو الشتاء لكل هذا تمام؟ بس وانا بمارس الكابين جيسر بيك مفروض أدخل داخل المريض أو أعلق للمريض الإحساس لو سدى أنه هو فعلة دي شفاء حدفى الشفاء يعني هي وعلى فكرة هي حدفة دينيا كده لو اعتقدنا إن ده شفاء هو شفاء مش معنى أن أنا بكحت عليه الخاص هو رفضي الحاس قال أنا عند الحصن من قنة عبدي بيك فإنخيراً فهو خائر وإنشاراً هو شفاء إحنا بنجلب لنفسنا الشفاء أو بنجلب لنفسنا المرت على حسب إحفاطاتنا الشفاء يعني أنا لو نازلة من بيك بقول الله هابدى اليوم جميل وإن شاء الله هيد أخير سيقاني لو أنت مصدقة ده هو هيد أخير والعكس لو أنا نازلة مش متفائلة ومعاربش حصل كم حاجة قطيقاني يومك مش تقيت أوه أوعي تستيكري إن حد جلب لك أشتري لأ إحنا اللي جلبناه نفسنا إحنا اللي جلبناه نفسه إحنا اللي جلبناه نفسنا الشفاء تقاطنا بكين يفي شي فيك باعتقاطنا بكين النهار بكين باعتقاطنا بإن العمل ده يؤدي بالعكس فده شيء جايك إذا وقتنا قديلنا من الإلوغر المنز أيام تاني يعني احنا معانا إيمانا اذا شخصيا كنت ماردة عن ذات لعني هي عملية كبير كسيرة في كم مرة وانا تعلمت منها بمانة فهي كم كبير جيت لقولها تشكلكم وزين الدار على تجاربها وأكيد هتشوفوا معمسك وصاب حاجات أحلى بكتير انا شخصينها بقوشات هاليكو في الدار هستأزوكو بس جوية اروح اصالش لك حاجات جا كامل معي تمام وحزب البحث كده فأنا عايزة ده يبقى الماسترينج بتاعكو هي حتة المساعدة انسا الحجابة هبقى هبقى أصر والمناسبة هي لها أصر مزر تفعلها في فاحة العامة وده أنا مرماتش أصيب والجنراليونيكيينك عايزيك أصيبها عن فاسيب الخلاف اللي هي تبقى الشفاء للأمر يعني بتحسن من الصحة العامة وقدراتك النفسية وقدراتك الكسدية لا تحسن لونت حاجة مختلفة حاجة في قبل العدل حتى لون الغشرة حتى إحساسك كنافسك حتى موضوع التفسيس وتصديق الحسن لا في حاجات كتيرة وفينا كده من حجامة بصاعد ان هي شكاة في كل ده فإحسان النهاردة معاكم يعني مش قدراتك وقدراتك كتيرا وأتمنى بالفعل أن انتم تنكلوا إحساس ده لكل الحال على فكرة أحلى بنتعلم الحجامة أنا واحدة مناسبة على مدراتك الحجامة النفسي ومدراتك بس ما تنفذوش معظم الحياة مشتوانة يعني مش عايزة أعطي نرحب الموضوع لحد ما الموضوع بيبقى صعب عند الناس اللي هي الدكتور والمرض يعني ما فيش كلام وحاكسها لهم هكذا بالإثلاف اللي أبدا نسمعها هفوت خلاص يقفل برد بي أعلاف بس ان شاء طالتنا بقى نتوحي بإذن الله بإذن الله بإذن الله لأن لا دواء ولا شفاء إلا دواء بإذن الله إن شاء الله فأنا ما عليش باعتذر بانكم وأنا أعطيش حاجات باجعة ثاني أتمندلكم إن شاء الله دورة موفقة بإذن الله وتستصريه وقتك دورة وتبقوا نوعات لنشر هذا العلاج وهذا الفكر في مجتمعات الصغيرة والفديدة ربنا وفاقكم إن شاء الله دورة موفقة لذلك ونتوني استيقل من الوقت من الوقت في نوقت وقتك السامين ينتقلوا وانتقلوا معي وليستقلوا من أفضل وخفات بعض وفاقكم إن شاء الله من عبر المسلحه والإنشاء ونضيبه بس ومشاهدة في سبيل الأسئلة السبب أن يكون هناك مستحيلة أخصة الإطابعية تبلغت أسئلة ومشاهدة ومشاهدة أخبرت الأخير ومشاهدة ومشاهدة معيؤلاء ومشاهدة وظهر أخبرت الأخير تشروح بس ان انا في مصر وبعد كده صدرت اعطي في كاركتها اعطي كما نزمنتلك عن الوقتها عالينكي كان اهنيك تمام كده و اجتغلتها هناك شوالت معت الخترة و اجابت مزايك ما شوف اردوه مزيزة جدا معنا اوكي حبالي عالينكو تسعة عمتان لدخلت في موضوع المجلسيين مينكو في كاركتين قطرين الحمدلله خلاصي من المجلسيين خلاصي دوم القفة العربة وحلاصي الدوم القفة العربة قامت عين جمس أه الحمدلله خلاليه فضل لك علي احطتي غير طاقية من القفة العربة ومن قسمت عملية اوكي احطت كنا قلصة للتسنوية قليصة للتقديم في قوم الرئيس بقيدة اوكي كلها طاقية اشتغلت عامليات شتغلت بقمها امكو في السعالية شعورة لسا وغاليه فتقالي له فضل لك علي نعمل كذلك قمت هنا مجمسطيني والتقرار الواتي في الناسة وملادها فضل الله تعالى عملت دورات البلسطينية والتجامعة من الغامن في حاجات نعمل مجموعة من الجزائر ومن سماعية، من فلسطين، من فلسطين، من فلسطين، محمد الله فضل الله تعالى بالفتحة من تأسمي التغامر بالتجامعة والبالسطينية والمجومية والتواشقة ومن فاشة كلها أخذت طورة دورات كتيرة مع البطور الشعرابي ومع البطور المهفار الأربية وأخذت مجلسة مجلسة في الصين بس هين الليل يسان ومشكلان الشكل مثلان رحت بل طلب حاجات كتيرة يشخصوا عندي من ثلالي ساعب مثلان حاجات كتيرة فممكن ده أخذ طورة دورات تبقية مع البطور الشعرابي وإنه صدق زيدي تبقى عليهم بسيروا حتى الأمد من الدكتور القبيعة وإني عايزهم من اللي عارف مزاحة حسنات وإن شاء الله عملت دراسة عن الحجامة ونجربتها هنا في مؤتمر حجامة المخصورة على التأثير من الحجامة الجفة على المغسل الخبر مبارد من مريض الدكتوره كان دايبي عيب بسبب مبارد من فطوله من كسات الحجامة الجفة بس هم تعلم عن إيجاب فطوله كلام ده تعديل صلى الله تعالى أخذش حبيت مساكلة وروح بيته غير أمني مساكلته غير أمني تمام كده حلوة أمي حجامة فاستهود نبقى موضوع في تيازة المجارة الاسطينية لأنه قد فضل الله تعالى يعني إلي أحد وإن الحمد لله ربنا أبحثني فيه قرى مجدد جدا جدا أنا لا أدعي لما عندي معلومات وفهد وحاجات دينا خارفة صلى الله لا أهدد أنا هنقلكه اللي أنا هتعلمته اللي أنا اجتهدته محسي عنه المطع الأكتوبية والحديد يكون لك تمام فاستهدنا أرسى جالي مميسك بنا فتفتش هنعملهم خمس دقيق ونخرج مع بعض جدا يعني كتير الحجابة يعني فأهم الحاجة عندنا عزين يتعلم أنا كمغرضة شوية فلا الجدد زي دو أدد على حقي للتفصح من العلم دي مستهتياني أملي يعني دي تزي كلين أخد باني ومستي تقدم الوزيرة و基ز ككل اللي دم يتعلمت معه انتقذ مجدد هنتعلم جمعة بعضهم نتعلم أنواع الحجابة تمام هنتعلم زي اشتر لا ترغون بس يا شبients قالت можه سامع لا انا سامع سامع فساط انه مغوول بس مغوول شكراً. إن شاء الله يتعلم مع بعض دائماً فيجانة. إذا يعلم فيجانة. هو نظر اللي حدد عنك، وانا يعلمني فيجانة أو لا. أضرار. استيقظ موادع كل مرة الغربة. أنا أمسك وراء من ألم كده. كده. لقد قلت بطعمل كده. لأ. 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 فحس ربنا يسع إن شاء الله ضدنا. كده للمجتمع الفريقي. إن احنا مجرد فيجانة. علم أهل بيتي. كده. فده يعني ربنا يجعله في مزاركة سنة. إن شاء الله. تمام كده؟ طورت عليكم في المقدمة أبو. ربنا عزكم. كنت جدكم على رأسي. وربنا يجعل وقتنا كل إيه إن شاء الله في مزاركة سنة. إن شاء الله. الله مستعمل. يا ربنا من أحكام كله. سبحان الله. اللي تتكلم فيه. طريق. بسيطة. أو في ما سمعنا ومعرفنا عن الفجامة. لأنها عمل تضامة المصلية. وإحنا عارفين أنت إيه إن شاء الله. الناس اللي تتقدمت في حاجات سراجات. تمام؟ فالطور إن هم هيتقدموا في الهندازة. فهم قولوا إن هم عارفوا. بدأوا إن هم يتطبقوا إن دي كاسة الفجامة. تمام؟ وإن هم يبدأوا يعملوا فجامة. ويعملوا حاجة سنة. وإن هم يتطبقوا إن هم يتطبقوا إن هم يتطبقوا. مثل الأمر احنا نشوف البصور بتاكها أو إحكي أول ما عرفنا من الحاجات هذه فيها. بعض كده بلأ لك تنتاشف للنانiera أوروبا. يعني معzeit كده. لأن كنت بقول لك تتطبقوا إذا لگا مرة. قالوا لك ابقصدوا أنا بغير. يعني الغير إذا. أصلا في ما تلاقي على العاملات تجي تبحثت لتكتبها أهي. Chinese Public Synemic. كلمة فاند ميسينابي أجاب من القدر. فاند مآم، فاند مآم. يعني عليك. طيب ان تسافي يعني العجائي كنت موسي في حوال او الكساني. اهلينا زنان كانت العنبور. هم يقولوا مساعدة هؤلاء. كانت واحدة مثلا عن تتأخر في الانجاب ولا هاي يقولوا ايه؟ طيب تعالي نعمل لها كابدا. في الهندو. التراث بتاعنا نفسه في موضوع ايه؟ الحجامة. فسبحان الله الناس دي كان عندها علم واحدة سبحان الله. فسبحان الله. فبدأ طبعا ان هو ينتشر من اليونان واوروبا واسيا ومعنى كده. ما عدناش نسمع او نسدق حياتة ان هو تشاينيس طرن بسرع. تشاينيس طرن بسرع او تشاينيس ايه اصلا او الانجاب نعمل حلوتهم في حاجة حلوة ايه؟ هي ايه؟ يشتغل على المسؤون اول بضيعوش تريسين. ما بضيعوش وقتهم. عندهم اه. يعني احنا مثلا احنا اول مرة بريد اريان من كالسانة كده بس عرفت من الموضوع الجمال ده اصلا كان عندما يقول ده مع المصريين. انا كنت شعب. وعرفتها من المرجع اجنف. يعني انا بقرأ كده فبصلت ايه ده تتاريخنا وحاجاتنا واخدوها مننا واشتغلوا عليها قوي. وبدأهم هم يطوروا فيها ويحافظوا عليها وازاي مخط ايه ونعمل في الموضوع بتاعنا. بس احنا اطرقنا فيه شوية. لكن هم خدوه سمحان الله يطوروا فيه. طبعا؟ مش بتوينيه. طبعا. مش عارفة انا رفل شوية. ان انا اهم حاجة عندي ان احنا ناصطع حتة الحديث النبوية زي ما تخرجت. اصبح الله عزيزي انا نفسي ان احنا كل حياتنا وكل شغلنا وكل فئة بتشتغال على فكرة. إنت إذا لم تحبت الحجامة قوي قوي مش قدرت بدي فيها قوي لأن هي مهربة شمع مهربة بدنياً وقتاً فعايزت تحبها إلي هتحبها إذا 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 تعرفت يعني أنا خلقت إلي الإنس واجري إذا إنت عايز حسناتك ليس في الدنيا إذا إنت عايزها في الأخ فهتحبها قوي إذا إذا عرفت قميتها قوي في الإسلام عام لازالي ففي بعض الأحاديث اللي أنا عايشة بيها وإن أنا نفسي أو أصداركم أكيد حبراتكم عارفين جداً الكلام ده مش جديد عليكم لكن إحنا بنقوله مع بعض ليه أصلاً من الأول دقيقة بدأت إن أنا أفكر إن أنا أشتغل في قامة تمام كده؟ لازم أبقى عارفة أنا ماشي إزاي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في سلاس في شرطة عسل في شرطة محجام في خيال نور وأنها ومتع مركي يقيناً دكتورة وفقنا كيف تكلمنا لازم المريض يبقى عارف ومتأكد ولازم أنت تقنعهم عايز أقول لحضراتكم حاجة أي حاج غير مسلم لو عمل الحجامة هيشفر لكن واحد مسلم جاي لك يقول لك عياتك أنا جاي أجرب الحجامة أقول له أشتغل ساعة روح أش عملك لازم يقول أن أنت جاي تجرب مين جاي تقرب تجرب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شون لأ لأ يعني لو حدثش شفاء لما عندي أنا أو من اللي بيعملتك مش عارف يعني بصح ما تكونش جاي تقرب أغد أنا لكش كلام ده أنت يقين من الجوات أن الحجامة فيها شفاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام كده؟ طيب عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كده الحديث ده يد يا معا والله يعني مش عارف أعرف لكم الإحساس ده ما مررت بملأ يوم أسري يا بي اجلى وقالوا عليك بالحجامة يا محمد ما مررت بملأ ايه ده فيه ايه؟ الملائكة السماء والأرض كده يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ما فيش شفر طبعا حضراتكم تفوضونا أكتر من كلامة أنا أعمل اسمحوا اللي بناك كلامة بحاجة ده تعايدكم دي ما فيش شفر إلا ما يكون ملأة ثابت ما فيش موضع إذا ما يكون فيه ملائكة تعالى بقى ما مررت بملأة عمري ما مالأة من الملائكة إلا ما قالوا لكم ورعوا ملأة من حجامة يا محمد في الإسراء والمعرب كلما يعطي خدوا بلأة خد بلأة لمحمد يا ملائكة ده الملائكة منسحة عن اي حاجة؟ وبتؤمر مين؟ بتؤمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دوابت ده خد بالك جاي لك او من حد يعني لك حد يرجع تطف التحدي ويقول له ما ميه استكة يقول له استكة الرجل الفلان المحترم ده يعني وليد ده ورسوله شبحان الله وسلم طب خلاص ده تواكق أشوفات استكة فلاية احنا بنقول مين؟ ده الملائكة تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ليه نحنا؟ مرء من أمر ايه ده؟ تأمر من الملائكة ليه نحنا؟ على لسان رسول الله مرء منك بالحجام يا محمد عليك بالحجام يا محمد ايه ده؟ سمع المطار سمع المطار لما كنا بندرس زمان في الإسراء والمعراق والأمر إسراء والمعراق بقبرينا نسمعنا على مطور كجامل فرص كل اللي كان في جميعنا ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم راح للحضره سجد شبحانه ربنا سبحانه وتعالى ان هو عشان السلام وعشان ان هو يقومه الصلاة وعشان كذا قال له عمرنا بس معنا عن الإسراء والمعراق عن الحجامة فاحنا جايين نسمع عن الحجامة جايين نتعلم الحجامة وجايين نطبق الحجامة ونبتغر لكل دقيقة فإن شاء الله تبقى في زرحة سلام شكرا 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 شكرا